اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم يعني بمعنى اخر انه اليوم هذا جيد للتجميل والعمليات التجميل وحتى لقص الشعر برضو ممتاز جدا اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 11 واربع دقائق مساء تدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وبرضو من افراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تتليث ايجابية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون الساعة 11 و12 دقيقة مساء بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما الزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 22 و30 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وهاي بتحكي يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا بعدها مباشرة بصير خلو المسار يعني خلو المسار من الساعة 22 ونص صباحا وحتى تمام الساعة 7 واربع دقائق صباحا بكون القمر استقر في برج العقرب في الفترة هاي طبعا اللي في منطقة الشرق الاوسط مش رح يتأثروا منها لانها بتكون منتصف الليل ولكن الاشخاص اللي بكونوا في منطقة الجزء الاخر من الكرة الارضية اللي بتكون عندهم ساعات مغرب او ساعات نهار هدولا اكثر ناس منحذرهم من هاي الزاوية هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسر لغاية الساعة سبع واربع دقائق لحديث ما انه يستقر القمر في برج العقرب طبعا صباحا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الاردن الساعة عشرة واربع دقائق بتأثيرات القمر على كافة الابراج لما بيستقر في العقرب في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا من ياب نحبه بشدة ياب نكرهه بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته فيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن انه ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التعمين او قراءة رواية بوليسية مثلا او شراء فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت بعد طبعا ما ينتهي خلو المسار بكون القمر بشكل اول زاوية الو هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وزحل راح تكون في تمام الساعة عشرة وتسع دقائق ظهرا من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض يفتقر البعض للشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب للماضي بدل من مواجهة الحاضر وبما ان القمر راح يكون موجود في العقرب معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم ثمانية خمسة راح يكون في تمام الساعة ثنتين وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وخمسة عشر دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لا برج القوس عمر القمر القمر انحسار المكتمل ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة ثنتين وتسعة دقائق عصرا بيصير عمره 14 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى 20-5 المزاج منتحس القمر في الميزان والعقرب حتى 8-5 المزاج سعيد حتى ساعات الصباح وبعدين بيصير منتحس عطارد في الثور حتى يوم 11-5 مزاجه ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى 13-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى يوم 13-5 مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11-5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم بدكو تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الاخر حتى ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتنهمكو في عادة تنظيم اموركم المالية ما تهملوا صحتكم تصبح الاجواء اكثر ايجابية وتجاوبا معكم بتلاقي اعمالك صدى طيب اهمش انك ما تتكاسل وبدك تسارع للعمل دون المماطلة وبدون اعذار اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور تقريبا يعني بتكون من ساعات الصباح بتبلش تشعر بطاقة اكثر وحيوية اكثر لانه القمر بصير تحرك من مقابلك مباشرة فبيشحنك بطاقة ايجابية اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور بتصير جيدة ممكن انه تتحسن الامور بشكل ما على الصعيد المالي ممكن تهتم ببعض المسائل المالية او ممكن تهتم بتحصيل اموال او ممكن عمل اضافي بس بتكون تقللوا من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف الامور فيها نوع من انواع الحدية يعني بتظلها متقلبة عند كل اجواء حاول انك ما تفرض سيطرتك على حد ما تحاول تفرض رأيك حاول انك تتعامل بلين بدون نقاشات بدون حدية ممكن انت يعني شوي انك تطرح فكرة معينة تلاقي رواج خلال هذا النهار وفي منكو بينجح بالاتصالات واللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور بتهدأ شوي يعني بصير فيه نوع من انواع الطمأنينة او التوافق ما بينك وبين افراد العائلة في منكو رح يهتم بمسائل الها علاقة بالعقار او بالبيت او بعض المشاكل او الاضطرابات الداخلية المنزلية يحاول قدر الامكان انه معني ما يتجاوب معها كثير وما ينفع لزيادة عن اللزوم اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور العاطفية ما زالت شوي ضغطة عليك فعشان هيك الاجواء مش مناسبة لا للنقاش ولا للمشاحنات ولا لفرض الرأي على الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف على مستوى العمل يعني بتقدروا تنجزوا بعض الاعمال المهمة خلال هذا اليوم في منكو رح ينشغل باعمال زيادة او اعمال ممكن انها تكون يعني تخلي داوم ساعات اضافية او ينشغل كثير يحاول انه يسارع في الوقت على اساس انه ينجز من العمل هاي وفي منكو ممكن ينشغل في ملف صحي اما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع شوي الامور على مستوى الاتصالات الخارجية بتكون محدودة اليوم مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بامور فلسفية او امور دينية اهم اش انك ما تحاول تناقش يعني بمعنى انك تحتد بدك تفرض رأيك على الجميع ناقش بلين يعني بنوع من انواع الحرية او الراحة في منكو ممكن يهتم بامور الها علاقة بالامتحانات الجامعية يعني بتكون انجازاتهم جيدة ولكن بقولهم انا يعتمدوا على الدراسة اكثر ما يعتمدوا على الحظ اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة اجمالا جيد تقدروا تحافظوا على سمعتكو هذا اليوم وممكن تنجزوا بعض الاعمال بمساعدة زميل او رئيس بالعمل اما بالنسبة للبيت 11 فانا شايف الامور على مستوى الاصدقاء يعني شوية الامور فيها نوع من انواع الحدية او ممكن انزعاج من تصرف صديق او تصرف ممكن يكون من بعض الاشخاص اللي بتعرفهم او حدث بيصير معهم بزعجك او بيقلقك او بيخليك تنشغل فيه خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط ما زال فيه نوع من انواع الضغط عشان هيك منقول لك حاول تنجز العمال الضرورية وحاول انك تهتم بصحتك شوي وبرضو في نفس اللحظة ما تهمل عمل قديم يعني حاول تنجز كل اعمالك بوقتها برج الثور واصلوا عمل بدأتم فيه من قبل وما تبادروا لاي عمل جديد ما تهملوا صحتكم في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكتكم تتعقد الامور ويطرق بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر من القطيعة والدعاوة القانونية خصمك في هاي الفترة بكون قوي او اقوى منك لانه انتطاقتك بتكون قليل شوي وتركيزك بكون مش مكتمل وممكن اي عراقيل انها تستفزك خلال هذا النهار طبعا السبب انه القمر موجود مقابلك مباشرة في برج العقرب خصوصا من ساعات الصباح فهذا بضعفك شوي وبسبب لك بعض التوترات اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم نفسيتك بمتقلبة ما بين ايجابي وسلبي طول النهار فعشان هيك منقول انه نفسيتك اليوم ممتزجة بمتقلبة على اكثر من صعيد خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني يعني الامور المالية ممكن يعني يكون في بعض التحسنات او بعض المردودات المالية او بعض الاستفادة من بعض النقاط المالية اللي بتيجي عادة من عمل اضافي في منك ممكن ينشغل في ملف مشتريات او ملف مالي اما بالنسبة للبيت الثالث فمنقول لك حاول انه اليوم ما تفرض رأيك على اللي حواليك اثناء النقاشات وما تعصبه تحتد حاول تكون لي نمر في منك رح ينشط بالاتصالات والتنقلات خلال هذا النهار ولكن منقول لك ما تغامر كثير اللي عنده امتحان على مستوى المدرسة يعني ابتدائي وثنوي بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحدود اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الحدية عالية جدا خلال هذا النهار فعشان هيك ممكن تتوتر او تعصب من تصرف معين حاول انك ما تفرض رأيك على افراد العائلة اقبل النقاش بحرية في منكم ممكن ينشغل بملف العلاقة بترتيبات او تصليحات او مشتريات او التزامات عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على المستوى العاطفي فما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على المستوى العاطفي على حسب طبيعتك بتتعامل خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس يعني والبيت السابع اجمالا هي كما ذكرناهم في بداية التوقعات اهمش انك ما تهمل صحتك اما بالنسبة للبيت الشراكي فكما ذكرنا برضو في البيت السابع كما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه بالنسبة للبيت الثامن جيد على مستوى الاموال المشتركة فاليوم ممكن انك تحصل مبلغ معين او تهتم بمسألة مالية لها علاقة بقرض او تسوية او امور بنكية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد برضو على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وفي منك رح يهتم بمسائل علمية او مسائل الها علاقة بالدراسة او الامتحانات الجامعية كلها هاي بتكون ايجابية وبتدعمك بشكل قوي اما بالنسبة للبيت العاشر فالامور يعني شوي على بيت السمعة فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك منقولك ما تعمل اي شيء يشوه سمعتك خلال هذا النهار وما تتأخر وما تغيب عن دوامك وحاول انك ما تعمل اي خلاف ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت 11 فانا شايف بيت الاصدقاء تقريبا منقدر نحكي انه جيد فممكن يصير نوع من انواع التواصل ما بينك وبين احد الاصدقاء او ممكن دعوة او مثلا وجبة افطار او ممكن لقاء معين او لقاء التفقدي في منكم ممكن يقلق بشأن صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد وحاميق خلال هذا النهار فعشان هيك بتقدر تنجز كثير من الاعمال المطلوبة منك وفي منكم رح يهتم بشأن صحي برج الجوزاء بوسعكم قضاء وقت ممتع مع احبائكم حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر بصير في البيت السادس لالكم فبيتراكم عندكم العمل بتكون تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب عليك جزئيا وممكن تضطر للعمل وقت اضافي حاذر من المشاكل الصحية اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم تقريبا رح يكون متقلب المزاج عندك باكثر من جو فعشان هيك بتلاقي حالك مرتاح لغاية ساعات الصباح بعدين بصير فيه نوع من انواع التوتر عندك لغاية ساعات الظهيرة بعد ساعات الظهيرة بترجع ترتاح شوي فاحنا منسميه جو متقلب اليوم على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصية اما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على مستوى الامور المالية صحيح انه متقلب ممكن يتحصل بعض الاموال او تهتم في بعض المسائل المالية او المشتريات ولكن ابعد عن المشتريات اللي ما في منها فائدة خلال فترة هاي اما بالنسبة للبيت الثالث فالامور تقريبا فيها نوع من انواع الحدية في الطباع او بتكون مشحون بطاقة سلبية ممكن تنفعل وتعصب من اي تصرف ممكن حتى من اخ يكون او من جار حاول انك انت ما تعصب كثير اليوم بتطلب منك نوع من انواع الهدوء ما بتطلب منك الانفعال في منك رح يكثر عنده الاتصالات والمواصلات والتنقلات او الاعمال اللي بتتعلق لها علاقة بالسيارات او بالتليفونات اللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوه بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما على مستوى البيت يعني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا اما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع جيد على مستوى الشراكة فممكن اليوم يصير فيه مصالحة او لقاء او تقابل او اتفاق ما بينك وبين الشريك المال والعاطفي اللي هم من الازواج على نقطة معينة ويصير نوع من انواع المصالحات اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الاموال المشتركة فعشان هيك اليوم تقدروا تنجزوا بعض الاعمال المالية او بعض الترتيبات او الجدولة او الامور البنكية او الحسابات اللي بتتعلق في هاي المسائل كلها بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسألة قانونية او ممكن قانون معين الاعلاقة بالضريبة الاعلاقة بالتأمين كلها هاي امور ايجابية وبتدعمك اللي عندهم برضو امور الها علاقة بالامتحانات الجامعية اليوم بكون الجو ايجابي جدا اما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط بيت السمعة فعشان هيك بنقول لك حاول انك ما تشوه سمعتك باي تصرف وحاول انك ما تنفعل وما تتوتر خلال هذا النهار ما تعمل اي خلاف او مصادمات ما بينك وبين زميل او بين رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 يعني شوي الامور فيها بنوع من انواع الضغط على مستوى الاصدقاء ولكن انه انت بتتجاوزها بسهولة في منك رح يصير له تعامل مع صديق او معرفة بمسألة معينة او مشورة معينة بدك تتقبل الرأي بدون ما تنتقد او تحتد اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك على انجاز كثير من العمال خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بمسائل الها علاقة بالشؤون الصحية مرج السرطان بدكوا تتجنبوا ادخال اي تغيير على مساكنكم او شراء قطعة اثاث للبيت لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الاجواء الاجواء واعدة خصوصا للعلاقات او اعادة العلاقات لطبيعتها ممكن انك تنال اليوم اشياء كنت ترغبها في الفترة الماضية وممكن تنتصر على كل الاعتبارات بتحل المسائل العالقة حتى لو كانت مستحيلة فترة ايجابية حاول انك تستغلها بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الاول فشايف الامور بتظل ضغط عليك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتصير ايجابية نفسيتك بتتحسن بشكل واضح وممكن اليوم تنشط في بعض الامور او تحقق بعض الانجازات وخصوصا الاشياء اللي الها علاقة اما بالدعوات يعني دعوات عائلية مثلا او عزومة او اشياء من هذا القبيل وفي منك ورح يهتم بمسائل تجميلية اما بالنسبة للبيت الثاني يعني الامور لغاية الصباح بتكون حادة فمنقولك دير بالك من المصاريف لزيادة بعد ساعات الصباح بتصير الامور ايجابية ممكن تحصل على بعض الاموال اللي لها علاقة بالعمل الاضافي او مستردات مالية اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايفه متقلم خلال هذا النهار حاول انك ما تحتد وتعصب ما تناقش بعنف ما تحاول تفرض رأيك على الناس اللي حواليك يعني بدك تناقش بسلاسة امورك تقريبا جيدة خلال هذا النهار في منك ورح يكثر عنده الاتصالات او التواصل مع اشخاص او الحركة برضو نفس الاشي اللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض وخصوصا اللي في المراحل الابتدائية والثانوية اما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني شايف الامور على مستوى العمل والصحة جيدة بتقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا النهار وفي منك ورح يهتم ببعض الامور الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فالامور ضاغطة شوي على مستوى بيت الشراكة فممكن تحتد او تعصب بنقاش معين او بشيء معين ما بينك وبين الشريك بتطلب منك الصبر والحكمة وما تتوتر وما تنفعل خلال هذا النهار يعني الامور بدك تكون فيها عقلاني اما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على الامور المالية المشتركة الا انه ممكن انه تطرق بعض الاشياء اللي الها علاقة بالدفعات المالية اللي ممكن تأرقك او تشغلك اليوم بعملية ترتيبها اما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط تماما خلال هذا النهار فمنقول لك حاول انك انت ما تدخل باي نقاشات مهما كانت وحاول انك ما تحتد وما تعصب في منكو اللي عنده امتحانات جامعية بده يدرس بشكل جيد يعني ما بده يعتمد على الحدود نهائيا واللي عندهم قضايا قضائية اوراق قانونية بدهم يهتموا فيها برضو بشكل قوي يعني الحظ ما بدعمكو اليوم الا اذا استعديتو بشكل ممتاز اما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمكو على مستوى بيت السمعة وممكن تنجزوا بعض الاعمال او ممكن ينظروا لكل يوم المسؤولين او زملائكو بالعمل بنظرة الاعجاب او التأييد على بعض الانجازات اللي انتو رح تنجزوها اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور شوي فيها نوع من انواع الحدية بالتعامل مع الاصدقاء او مع المعارف حاول ما تعصب وما تصد صديق بامر معين بيلجأ لك فيه وحاول انك انت تتفاهم بعقلانية اما بالنسبة لبيت المتاعب فبظل ضاغط عليك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتصور الامور ايجابية في نوع من انواع التقابل ما بينك وبين الاشخاص اللي حواليك في منكو رح ينجز كثير من الاعمال خلال هذا النهار وفي منكو رح ينشغل في امور الها علاقة بالادوية او مستشفيات او سجون برج الاسد اللي عنده امتحان بده يستعد بشكل جيد لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية اكثر بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة بدك تتجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للتنقلات والاتصالات وحتى الامور اللي الها علاقة ببعض الاستثمارات اما بالنسبة للبيت الاول فهو جيد بيدعمك بشكل قوي على المستوى النفسي نفسيتك احسن في نوع من انواع الثقة بالنفس عالية جدا وممكن اليوم تنجز كثير من الامور بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور المالية ما زالت ضغطة في بعض المصاريف الطارئة ممكن تظهر على الساحة او المطالبات المالية حاول انك ما تصرف الزيادة او ما تشتري اشياء انت مش بحاجتها في منكو رح يحصل على بعض الاموال او ممكن تجي نوع من انواع الهدية او الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث والبيت الرابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي لامور تقريبا روتينية ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي الا انه انت بتتعاطف مع الحبيب شوي اليوم وممكن يصير في نوع من انواع الاهتمام اما بالنسبة للبيت السادس فالامور يعني برضو جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة مدعوم بطاقة كبيرة بتقدر تنجز كثير من العمال خلال هذا النهار وبالعكس عندك طاقة كبيرة للحركة وحتى فيه نشاط واضح اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالية والعاطفية يعني شايف الامور ضاغطة على مستوى الازواج ممكن تحتد على مسألة معينة او ممكن الشريك يحتد على مسألة معينة يصير في خلاف ما بينكم او سوء تفاهم حاول انه ما تخلي الامور تتأزم وتكبر لمشكلة يعني بدك تجارة انت والامور انت وهي الامور اما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على مستوى الاموال المشتركة فممكن يعني تتأزم الامور على مسائل اللي لها علاقة بالدفعات او القروض او الديون او التفكير في اشياء قادمة يعني ممكن انها تكون مأرقيتك خلال الفترة كيف دك ترتبها ان شاء الله ان الامور بتمشي بشكل جيد اذا فكرت بغدوء بعقلانية اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل الدينية او الفلسفية او لغة جديدة او ممكن انه ينشغل في كتابه او تقرير او اشياء من هذا القبيل اللي عنده امتحان بده يدرس بشكل جيد واللي عنده مسائل قانونية برضه بده يهتم بالاوراق وما يهمل اي ورقة اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة يعني جيد بيدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار فممكن اليوم تنجز كثير من الاعمال اذا تعاونت انت وزميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 شوي الامور ممكن يكون فيها بعض الضغط على علاقة او على زميل معين ممكن يارقك وضعه وممكن تهتم بمشكلة هو واقع فيها وبتحتار كيف بدك تساعده يعني الامور تقريبا هي ضغط او تعاطف مع المعارف او العلاقات اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدفعك لإتمام بعض الاعمال الضرورية والاهتمام بشؤون صحية وممكن اليوم تبدأ مرحلة جديدة بتتعلق اما انه بتغذية معينة او برنامج رياضي معين او اشي بتعلق بمريض في مستشفى او في شخص معتقل او في سجن او اشياء من هذا القبيل برج العذراء طبعا اليوم بتكتحذروا من اي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجيات ثمينة او التزامات مالية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات يعني السفر القصير مش السفر البعيد عشان محدش يطلع يقول لي هسا مسكر الحدود وكورونا وفيش سفر السفر بمعنى تنقلات بالسيارات من مكان لمكان او من مدينة لمدينة وبرضو ممكن يكون عندكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتكثر النشاطات حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة خلال هذا النهار باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك اهم اشي انك ما تتردد بالتحرك وما تحاول تفرض رأيك على الاشخاص اللي انت بتعرفهم اما بالنسبة للبيتر اول فانا شايف الامور جيدة اليوم انت مشحون بطاقة كبيرة صحيح انه في بعض الامور اللي ممكن انها تأزم عندك النفسية او تخلي الفكر نشيط زيادة ممكن شوي تنزعج من بعض المسائل ممكن الاشياء ما تكون مثل ما انت بدك اما بالنسبة للبيت الثاني فالامور المالية ضغط عليك بشكل سلبي خلال هذا النهار فمنكو ممكن انه يحتد على مسألة مالية او يلتزم بامور مالية او ممكن يكون عندكو دفعات اما على مالية تحصيل الاموال فهي بتيجي لبعض الاشخاص اللي ممكن من عمل اضافي ولكن بدهم يديروا بالهم من المصاريف زي ما ذكرنا في بداية التوقعات والبيت الثالث زي ما ذكرنا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور على مستوى البيت جيدة فممكن يكون فيه نوع من انواع التواصل ما بينك وبين احد افراد العائلة ولكن ما تحاول تفرض رأيك عشان ما تحتد وتعصب وتصير الامور يعني خارجي عن السيطرة اما على المستوى العاطفي ومستوى الحضوض فما تعتمد نهائيا على الحض على المستوى العاطفي فيه نوع من انواع الضغط والسلبية ممكن انت مزاجك متعكر او منفعل من تصرف الحبيب او ممكن يعني سوء تفاهم اما بالنسبة للبيت السادس فالامور ضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة يعني بدك تدير بالك على انجاز اعمالك وبرضو بدك تهتم بشؤونك الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فمن ساعات الصباح ممكن يصير فيه نوع من انواع التفاهم او التلاقي ما بينك وبين الشريك او مصالحة معينة ولكن اذا انفعلت من ساعات الصباح ممكن تكثر المشكلة وتستمر طول النهر اما بالنسبة للبيت الثامن فهي جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل المالية الا لها علاقة بالديون او الفواتير او الالتزامات يعني هاي كلياتها بدك تكون انت مهتم فيها بشكل قوي اما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع اجمالا بعطيك بعض الايجابيات ولكن مش بقوة هائلة يعني مش بقوة كبيرة فعشان هيك حاول انك تنجز الاعمال بالاتصالات الخارجية او بالامور القانونية بدون تلاعب وبدون يعني ما تحاول انك انت تجدهاد مخالف للقوانين لانه بيت السمعة عندك ضاغط عليك فممكن اليوم يتتشوه سمعتك اذا خالفت القوانين او اذا دخلت باشياء غير مشروعة اما على مستوى الامتحانات يعني ممكن شوي الامور يعني بدأ بحاجة لدراسي خصوصا الاشخاص اللي على المستوى الدراسي الجامعية بدهم يدرسوا يركزوا بشكل جيد خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت السمعة فهو ضاغط بشكل كبير عشان هيك يعني ما بقول بحكي لك زي ما حكيت لك قبل شوي انه ما تخالف القوانين وما تعمل اي شيء مشبوه ما تحاول انك يعني تحاول انك تفرض رأيك بطريقة غير قانونية لانه كل هاد بشوه سمعتك وممكن اليوم تأذي حالك اذا تصرفت باي امر من اللي انا ذكرتم اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف حتى علاقاتك واصدقائك اليوم في نوع من انواع الحدية ممكن اليوم تتأزم الظروف عندك او تحتد على صديق او على معرفة وممكن انه اليوم برضو يصير في نوع من انواع الخلافات بنقاش معين اما ممكن برضو انك انت تزعل على شيء بصير لصديق او لمعرفة اما بالنسبة لبيت المتاعب لغاية ساعات الصباح الامور جيدة ولكن بعد ساعات الصباح بتصير ضاغطة عليك فعشان هيك انجز العمال الضرورية وما تهمل شغونك الصحية وحاول انك تأخذ قسط كافي من الراحة برج الميزان بتظل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك ما تبادروا باي عمل جديد بل واسطوا عملكم الاعتيادي في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او لحبيب ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة بتهتم لأمور مالية او استشفائية طبعا القمر بين بيتك الاول وبيتك الثاني واثنين فيهم نوع من انواع الضغط فعشان هيك بنقول لك برضو مزاجك اليوم ماشي الامور جيدة وبتدعمك وفيه ايجابيات موجودة ولكن بدك تدير بالك من العصبية والحدية اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايفه روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي خلال هذا النهار فانت بتتعامل على حسب طبيعتك اللي عنده امتحان على مستوى مدرسة يعني ابتدائي ثانوي او عنده ابن عنده امتحانات بده يركز بشكل جيد ويحاول انه يدرس ما يعتمد على الحضوض فيه منك رح تكثر عنده الاتصالات او المواصلات اللي هو النشاط اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور على مستوى البيت جيدة فيه نوع من انواع التفاهم او التأقلم او الانسجام على مستوى البيت فيه منك رح يهتم ببعض المشتريات او بعض الامور البيتية كمهام ترتيبات شغلات من هذا القبيل او مشتريات يعني الامور ايجابية اما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط عليك على المستوى العاطفي فممكن يسبب لك نوع من انواع التوتر بسبب علاقتك او بسبب الحبيب او بسبب سوء تفاهم اما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بدعمك اشي بسيط في انجاز بعض الاعمال المهمة وممكن تقلق او يصير عندك وسواس بسبب شأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي يعني جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار ممكن يكون فيه انسجام عالي جدا ما بين الازواج وممكن مصالح على مسألة معينة او تلاقي على نقطة معينة اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور على المستوى الاموال المشتركة يعني روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت التاسع بيت السفر والاتصالات والامتحانات يعني جيد وبيدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تنشط بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او ممكن الاهتمام باوراق قانونية او معاملات ولكن برضو بدك تهتم اذا عندك امتحان جامعي بدك تدرس بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور جيدة على مستوى بيت السمعة فهذا بدعمك بشكل قوي فممكن تنجز كثير من الاعمال المهمة خلال هذا النهار وفيه منكو رح يهتم بامور الها علاقة بعلاقة مع صديق مع زميل مع رئيس بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك بالتواصل مع بعض الاشخاص او الاصدقاء وممكن يصير فيه تلاقي على نقطة معينة ولكن فيه منكو رح يقلق بشأن صديق او موقف يصير مع صديق شوي يخليه يحتد او يعصب او يهتم في الموضوع الزيادة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا النهار فمنكو اليوم بينجز كثير من الاعمال المهمة وفيه منكو رح يهتم بشأن صحي او امور الها علاقة بفحص دوري يعني زي زيارة طبيب او مستشفيات برج العقرب او عم بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي لغاية ساعات الصباح بتكو تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم حاولوا انكو تخلدوا للراحة ممكن يطرق تغيير للأفضل على صحتكم في ساعات الصباح بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك تقوى نسبة النجاح عندك وتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك طبعا القمر ببيت المتاعب ورح ينتقل لبيتك الاول زي ما ذكرنا اما بالنسبة للبيت الثاني فمع ساعات الصباح ممكن تتعزز الامور المالية عندك ممكن يصير فيه فرصة للحصول على بعض الاموال من عمل اضافي او بعض الالتزامات اللي بتعود لك يعني زي راتب او مستحقات مالية او نوع من انواع الدعم اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاش على مستوى الاتصالات على مستوى المواصلات الحركة على مستوى الدراسة الابتدائية والثانوية على مستوى التعامل مع افراد العائلة زي اخ او جار يعني كلها هاي ايجابية ولكن ما تحاول انك تفرض رأيك على اللي حواليك اما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط عليك من مسئوليات واهتمامات والتزامات ومشتريات او اشياء لها علاقة بمشكلة عائلية او قلق على احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور تقريبا جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي بشكل جيد وخصوصا من ساعات الصباح يعني بتصير الامور ايجابية وبتتعزز فيها العلاقة العاطفية ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن اليوم يعني شوي يصير فيه نوع من انواع اللي اضطراب عندك انه ما تقدر تنجز كل الاعمال او ترهق حالك عشان تنجزها وفيه منك ورح يهتم بشأن صحي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف الامور بينك وبين الشريك برضو روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم اما بالنسبة للبيت الثامن يعني الامور الاموال المشتركة ممكن تهتم بدفعات او قروض او التزامات او ديون او اشياء من هذا القبيل وفيه منك رح يكون عنده زيارة لبنك او لمؤسسة مالية حكومية اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسائل الها علاقة بالاوراق القانونية او المعاملات او امتحانات جامعية كلها هاي بتكون ايجابية وبتدعمك بقوة اما بالنسبة لبيتك العاشر يعني شوي ضاغط على بيت السمعة ضغط بسيط فعشان هيك منقول لك حاول انك ما تتأخر عن دوامك وخلي فيه نوع من انواع التعاون ما بينك وبين زملائك بالعمل او بين رئيسك بالعمل يعني بدون حدية وعصبية اما بالنسبة لبيتك 11 برضو شوي بيضغط على بيت الاصدقاء فعشان هيك بعطيه نوع من انواع السلبية ممكن تقلق بشأن صديق او بشأن معرفة او ممكن يصير تواصل لسؤال معين او للاستفادي من معرفة معينة في مسألة معينة فشوي الامر يكون مخيب للامل اما بالنسبة لبيت المتاعب يعني مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات مرج القوس طبعا اليوم بتنشطوا بين الاصدقاء لا تعتمد كثير على وعد بيقطعوا لكم احد الاشخاص في ساعات الصباح بتكن تنتبهوا اكثر لصحتكم ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحضوض حلل الامور بهدوء وابتعد عن الضوضاء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب املك وحاذر من البلبلة والالتباسات لانه القمر رح يصير في بيت متاعبك فعشان هيك بصير الضغط عليك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور تقريبا يعني جيدة تدعمك بشكل قوي على المستوى النفسي يعني نفسيتك احسن اليوم في مشحونة بطاقة ايجابية ممكن انك اليوم تستغلها بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور المالية ما زال فيها نوع من انواع الضغط يعني التزامات او مشتريات او بعض الاهتمامات المالية ممكن شوي تسبب لك نوع من انواع الارباك حاول بس انك ما تلتزم باموال او تشتري اشياء انت مش بحاجتها اما بالنسبة للبيت الثالث فانت اليوم برضو بنذكرك ومنحذرك زي ما حذرناك في الايام الماضية لانه الامور ظلت ضغطة على البيت الثالث اثناء تنقلاتك واتصالاتك حاول انك ما تعصب وما تفقد السيطرة وما تنفعل واللي عنده امتحان او مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت انت مدعوم بقوة هائلة جدا داخل البيت وفي نوع من انواع التقارب الايجابي بينك وبين افراد العائلة وممكن الاهتمام ببعض المسائل الداخلية العائلية وتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت الخامس الامور العاطفية متقلبة خلال هذا النهار ما بين ايجابي وسلبي على اكثر من صعيد اما بالنسبة للبيت السادس يعني ممكن بعض الاعمال تتراكم عندك خلال هذا النهار وفي منك رح يهتم بشأن الو علاقة بشأن صحي او بشأن الو علاقة لمراجع الطبيب اما بالنسبة لبيتك السابع على مستوى بيت الشراكة شوي الامور فيها نوع من انواع الضغط فعشان هيك فيه توتر اليوم على مستوى العلاقة مع الشريك او منحكي احنا ممتزجي يعني متقلب الاوضاع ما بين ايجابي سلبي ايجابي سلبي على اكثر من صعيد خلال هذا النهار دير بالك بس من الحدية والعصبية اما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة هو جيد ممكن اليوم تسمع خبر لعلاقة بالاموال او يكون فيه معاملات بنكية او التزامات مالية كلها بتكون جيدة وبتكون لصالحك اما بالنسبة للبيت التاسع برضو على مستوى الامور القانونية والقضائية ممتازة جدا وبتدعمك بقوة وفيه منكو ممكن اليوم يتواصل مع اشخاص خارج البلاد او ممكن اليوم تهتم بمسائل قانونية فيه منكو اللي عنده امتحان جامعي بده يدرس ويستعد بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر يعني شوي الامور فيها نوع من انواع السلبية على المستوى النفسي فعشان هيك بنقولك حاول انك ما تخالف القوانين وما تدخل باي شيء مشبوه خلال هذا النهار وما تنفعله وما تعصب اللي عنده دوام يعني حاول انه ما يتأخر وما يحاول يفرض رأيه على زميل او على رئيسه بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك 12 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات برج الجدي واصلوا عملكم الاعتيادي وما تبادروا لأي عمل جديد في ساعات الصباح ممكن تلتقوا اصدقاء بادر لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك ممكن تجد حليف بيدعم تصوراتك ما تستسلم بتقدر تكرر المحاولة وممكن تنجح معك الامور اكثر اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور نفسيا ما زالت الامور ضغطة عليك شوي ولكن مع ساعات الصباح بتنشحن الطاقة ايجابية وبتصير الامور جيدة ونفسيتك بتصير احسن اما بالنسبة للبيت الثاني يعني الامور المالية ما زالت ضغطة تفكيرك في الامور المالية والالتزامات او مشتريات او بعض الاموال اللي بتعود لك شوي ممكن انك هيك تكون فيه تأخير او مماطلة يعني شوي هاي الامور ممكن تأرقق خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وحتى على مستوى النقاشات واليوم ممكن حتى اللي عندهم امتحانات على المستوى الابتدائي والثانوي بقدم امتحانات بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت مدعوم بالحضوض ومسيطر على الامور وبتهدأ الامور والوتيرة وممكن يطمئن بالك لمسألة معينة او ممكن تهتم ببعض الاشياء الروتينية للمنزل بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف على المستوى العاطفي شوي الامور فيها نوع من انواع التقلب فعشان هيك ممكن تحتد من مسألة معينة او يصير فيه نوع من انواع الالتباس في مسألة معينة ما بينك وبين الحبيب فهي تعصبك شوي وخصوصا في ساعات الظهر بعدين الامور بترجع على طبيعتها ما فيه اي شيء بالعكس يعني بترجع على اجواء جيدة اما بالنسبة للبيت السادس فانا شايف على مستوى العمل والصحة متقلبة فعشان هيك ممكن تهتم ببعض الاعمال ولكن رح تهتم بشاء صحي اما بالنسبة للبيت السابع فالامور اجمالا على مستوى بيت الشراكي للازواج جيد جدا فاليوم ممكن يصير مصالحة او تلاقي او تقابل على مسألة معينة وتكون الامور ايجابية اما بالنسبة للبيت الثامن يعني الامور روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي على مستوى الاموال المشتركة فبتتعامل فيها على حسب طبيعتك اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور جيدة جدا على المستوى الامور اللي الها علاقة بالاوراق سفر اتصالات بعيدة تواصل مع اشخاص خارج البلاد امور الها علاقة بالاستراد والتصدير اوراق محاسبية اوراق قانونية كلها هاي ايجابية حتى اللي عندهم امتحانات جامعية برضو اليوم بتكون لصالحهم اما بالنسبة للبيت العاشر والبيت 11 فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب انا شايف الامور جيدة يعني انت مدعوم بطاقة كبيرة وممكن اليوم تنجز كثير من الاعمال المهمة وممكن تهتم بشؤون صحية يعني ويطمئن بالك لالها برج الدلو طبعا اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بدو يركز بشكل جيد في ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهم اشي انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك بدك تقوم يعني بواجباتك على احسن ما يمكن قدم افضل المستطاع يا صحيح انه الفترة هاي ممكن تحمل لك بعض التوتر او القلق اهم اشي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية بتصير الامور جيدة اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الامور جيدة لغاية ساعة الصباح يعني مشحونة بطاقة ممتازة ولكن بعد ساعات الصباح ممكن تتوتر او تنفعل او تعصب من مسألة معينة ما تخلي القلق يسيطر عليك اما بالنسبة للبيت الثاني بيت الامال يعني جيد اليوم ممكن تحصل على بعض الاموال او ممكن انك تحصل على دعم معين او ترتب مسائل مالية بشكل ممتاز اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والنقاشات ولكن حاول انك ما تفرض رأيك على الاشخاص اللي حواليك عشان ما تصير حدية وعصبية اللي عندهم امتحانات على المستوى الابتدائي والثانوي بدهم يدرسوا بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع لغاية ساعات الصباح بتكون الامور ضغطة ولكن بعد ساعات الصباح بترجع الامور جيدة ممكن يصير فيه نوع من انواع التفاهم او تلاقي ما بينك وبين احد افراد العائلة وممكن يكون فيه انسجام او اهتمام بامور بيتية اما بالنسبة للبيت الخامس على مستوى بيت العاطفي متقلب خلال هذا النهار على اكثر من صعيد ما بين روتيني ما بين صعب ما بين جيد بعدين برجع روتيني فهذه التقلبات يعني شوي بتعمل نوع من انواع البلبلي حاول انك ما تعصب من حبيبك اما بالنسبة للبيت السادس فالامور يعني بتتحسن مع ساعات الصباح ممكن تنجز كثير من الاعمال المهمة وفي منكو رح يهتم بشؤون صحية او يجي خبر صحي جيد وايجابي اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف روتيني تماما على مستوى بيت الشراكة اللي هم من الاشخاص المتزوجين يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما في لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت الثامن يعني الامور جيدة ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة كبنك او حسابات او اشياء لها علاقة ببعض الاموال اللي بتيجي من الدولة يعني مثل ضريبة تأمين اشياء من هذا القبيل كلها هاي بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فكما ذكرناهم في بداية التوقعات اما بالنسبة لبيتك 11 يعني الامور تقريبا منقدر نحكي انها فيها نوع من انواع الضغط على بيت السمعة فعشان يكي بنقول لك يعني حاول انك ما تشوه سمعتك خلال هذا النهار وممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين صديق او مشورة معينة او تلاقي على مسألة معينة وممكن تحتد من تصرفات صديق اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بشكل قوي ممكن اليوم تنجز كثير من المهام او الاعمال الضرورية وفي منك رح يهتم بشؤون صحية برج الحوت بتكو تجنبوا اي شراكة مالية وتفحصوا حساباتكم المشتركة خففوا من النفقات قدر الامكان لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتصير الامور ايجابية ممكن تنشغله في امور الى علاقة باوراق سفر او تنقلات كثيرة او اتصالات بعيدة يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة ممكن تناقش بقوة وبذكاء اتجر على رفض اي امر ما بيناسبك ما تخشى شيء ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لخود تجربة جديدة اما بالنسبة للبيت الاول من ساعات الصباح بتنشحن بطاقة قوية جدا بتدعم من شخصيتك وبتعطيك ثقة عالية بالنفس فعشان هيك الامور بتصير ايجابية نفسيا اما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الاموال فانا شايف المال روتيني يعني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالعكس يعني انت بتتعامل على حسب طبيعتك على مستوى الامور المالية ولكن بدك تبدأ عاد عن المشتريات الغير ضرورية اما بالنسبة للبيت الثالث يعني انا شايف النقاشات عندك اليوم متقلبة فممكن لحظات تكون معصب لحظات بتفرض رأيك لحظات تكون مرن لحظات يعني تنفع الاتصالات عندك ممكن تكون كثيرة ممكن يصير فيه نوع من انواع الاعطال في امور الى علاقة اما بسيارة او بتليفون اللي عندهم امتحانات مدرسية زي ابتدائي وثنوي بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظ اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف الامور يعني فيها نوع من انواع الضغط على مستوى البيت سوء تفاهم خلافات التزامات كثيرة قلق بشأن احد افراد العائلة يعني كلها هاي الامور فيها نوع من انواع التوتر حاول انك انت تنجزها بدون عصبية وبدون انفعال اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى بيت العاطفة يعني شوي في نوع من انواع الحدية او التوتر اليوم لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بصير نوع من انواع الانسجام او التقارب ما بينك وبين الحبيب اما بالنسبة للبيت السادس مستوى بيت العمل والصحة شوي في نوع من انواع الوسواس او اشي بارقك او التزام بعمل كثير يعني مجهد عليك وهذا الإشي بيخليك شوي تتوسوس من الناحية الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى الشراكة من أنواع التلاقي ما بينك وبين الشريك ممكن مصالحة أو نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم مع مسألة معينة خصوصا هاي بتيجي للأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر جيد بيت السمعة بيدعمك بقوة فاليوم بتقدر تنجز كثير من المهام أو من العمل وممكن أحد الزملاء أو رئيسك بالعمل يعني يلفت انتباهه طريقتك بالعمل فيتكون إيجابية ممكن اليوم يعني يا يصير لك زيارة لمؤسسة كبيرة أو عمل مع مؤسسة كبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على مستوى بيت الأصدقاء والعلاقات فلا تسمع كل إشي بحكوه ولا اتهامات بالتهموك فيها حاول أنك تطنش يعني خلي الأمور تمشي مثل ما هي ممكن تقلق بشأن صديق وممكن يصير فيه تعامل ما بينك وبين صديق ولكن تبوء اللجوء لهذا الصديق بالفشل أو بالتأجيل أو بالمماطلة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة وبتدعمك بقوة ممكن اليوم تنجز كثير من العمال أو المهام أو تهتم بشؤون صحية تغذية برنامج غذائي وفي منك ممكن يهتم في أمور إلها علاقة ببعض الأمراض العابرة زي الالتهابات أهم شي تنتبه لصحتك ممكن تقلق بشأن شخص في مستشفى أو في سجن إيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء